تستضيف مصر التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 والذي يعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط وتستمر فعالية التدريب حتى 14 من سبتمبر الحالي حيث يشارك في التدريبات أكثر من 8 ألاف مقاتل من 34 دولة بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية والبحرية وذلك لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط أكثر من 8 ألاف مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى الرابع عشر من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية انطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 والذي تستمر فعالياته حتى الرابع عشر من سبتمبر بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد ناجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية وذلك بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من 19 دولة فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر وخلال مراسم الافتتاح القل وأركان حرب أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب مشيرا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية من جانبه أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع 2023 مشيرا إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة متمنيا استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب معرضين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب هذا وقد شهدت الأيام الماضية تضفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين